شرفنا الآن الزميل العزيز لكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي المتميز للحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم منورنا كابتن ناصر تحكيات لي كابتن أيميل مباراة لكل مشاهدي قناة نادي الأهل في كل مكان نقول النهاردة إن شاء الله نشوف مباراة النهاردة جيدة كابتن أيميل مباراة صعبة النهاردة تحكيميا بكل المعقيس هي صعبة ولما بيجي نقول صعبة بنقول أسباب صعوبتها إيه بنقول أنه النهاردة الفريقين كل الفريق له هدف الهدف هي السلاس نقاط الهدف الثاني يعتلق كمة الدوري أو حصول على أبطوية الدوري الهدف الثالث وهو اللي هي الروح والدوافع عند كلا اللاعبين لكابتن نايميل فهي مباراة صعبة وأيضا مباراة صعبة على طاقم التحكيم قبل ما روح لي الحاكم الأسباني البعض اجتهد في المعلومات عن هذا الحاكم اجتهد ومش عادي أقول بقى أنه كان فيه يعني معلمات غير دقيقة ولكن كل واحد بيجتهد وبيطلع معلومة فاحنا بنحترم طبعا كل هذه الأراء ولكن قبل ما روح لي الحاكم كابتن نايميل السؤال المهم هو هل هذا الحاكم حاكم من حكام النقبة الأوروبية؟ ولا لا ده المهم بالنسبة لنا الأول نقول يعني إيه حاكم من النقبة الأوروبية البعض بيسأل ده حاكم نقبة وده حاكم مش نقبة طب ده نقبة إزاي وليه وده مش نقبة ليه في الشكل حكام النقبة طبعا حكام عشان يبقى حاكم نقبة أو مصنف سواء فيه الاتحاد الإسباني أو فيه الاتحاد الأوروبي في معايير كابتن أيمان ما بقاش حاكم في النقبة كده يعني بشكل سهل معايير كلها بيبقى فيه مباراة هو بيقدرها فيه دولته وفيه مباراة بيقدرها فيه الكارة الأوروبية وفيه مباراة بيقدرها في الاتحاد الدولي فهنا بيتم تقييم الحاكم على هذه المباراة من مقايمين سواء فيه الاتحاد الأوروبي أو فيه الاتحاد الدولي فالمعضي بيسأل هل هو نقبة ولا مش نقبة السؤال الثاني مهم هو كابتل يعني هو يقول لك إيه إحنا مجلناش حكام له من النغبة على رغم أنت مفترض النهاردة حضرتك طالما فيه إمكانيات موجودة إحنا بندور على أفضل حكام في القارة كابتل أيمان إن أنت بتدفع عشان تجيب حكام في النغبة ليه حكام في النغبة أولا طبعا عندنا حكامنا هنا أكيد أكيد بيستفيدوا من إدارة الهزيم المورا بيستفيدوا من مستواه الفني أو البدني كمان لما يكون حكام نغبة كابتل أيمان أكيد بي عنده خبرات بي عنده دراية كاملة بالنحية الفنية والنحية البدنية فنيجي هنا على سبيل المثال مش كل الدول هتجي تقول لي أصل حكام من نغبة في اليورو وده الإجابة اللي زي ما بنسمحها لما بنيجي نقول الحكام مش من نغبة لي ولك أصل الحكام في اليورو لا اليورو يا جماعة عشان بس نفهم أو نعرف أن كل دولة بقى فيها حكم كل دولة بقى فيها حكم في اليورو أو حكمين هما بقيت السبعة تمن حكام الدوليين مش في النغبة لقى في النغبة لقى في النغبة بس لما تيجي تقولي إحنا عاوزين حكام نغبة تطلع العبارة الشهيرة أقولك ما عندناش ما قدرش نجيب حكام نغبة أصل كل الحكام النغبة اللي في أوروبا موجودين في اليورو طبعا ده الكلام ده مش موجود سحبت أوضح النقطة دي على سبيل المثال لما نيجي تكلم على يعني إن حكم نغبة كابتل أيمان عندنا نهاردة أنتوني تايلور ومايكل أورفر اللي اتنين في اليورو هو ما فيش غيرهم في إنجلترا لا فيه فيه في النغبة بس هم أخدوا اتنين يعني هم أخدوا اتنين وفي دولة تانية بياخد منها واحد طب السبعة التانين أو الثمانية التانين لا ما هو فينا ناس منهم في النغبة ممكن تجيب حكام منهم هو أولا مش في النغبة أجد خفير رخاص حكم مش في النوم يعني عندنا الأول خفير رخاص نودريجيز ميرينو المساعد اللي هو الأول وخورخي ماتيو المساعد التاني وحكم رابع فيكتور جارسيا وعندنا حكم تقنيد الفيديو يسيدرو دياز والمساعد ماتيو فيرير دول طاكم التحكيم هكلم على طاكم التحكيم كابتل أيمان ولكن بس هروح لي الحكم حكم من وراء هو 33 سنة 33 سنة أول سنة هذا العام في القائمة الدولية خلي بالك ودي مهمة يعني هو مش في القائمة الدولية بالو أربع أو خمس سنين هي القائمة الدولية أول سنة ليه في القائمة الدولية يعني هو حكم جديد الحاجة التانية ما لعبش مباراة طبعا نتيجة أنه هو في القائمة الدولية جديد ما لعبش ولا مباراة في دوري أبطال أوروبا ولا ولا مباراة في الدور الأوروبي ودي مهمة خلي بالك يعني كل مباراةه هي محصولة في الدوري الأسباني عاوز أن الخبرة عنده قليلة. ولكن تسألني هو النهاردة عنده هدف؟ أه عنده. عنده أهداف. ليس هدف واحد. النهاردة كانت نعيمة النهاردة عنده أهداف. هو أنه النهاردة عنده مباراة. هو عارف كواسي أولا. هذه مباراة مهمة جدا جدا. ودي ممكن من خلالها تدي له شهرة. ليه؟ للا يبقى مطلوب في كل الدورات العربية على فكرة. يعني سهل أولا أن الدورات العربية تجيبه. فنهاردة هو عاوز 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 النهاردة يقدي بشكل واست. الحاجة الثانية هو محظوظ النهاردة مع طاكم تحكم بالكامل. أسبان ما عندكش حاجة. مساعدين وحكم رابع وفيديو كلهم من أسبانيا. وبالتالي ما عندكش أي مشكلة. خبراته قليلا. ولكن ولكن نتمنى النهاردة إنه هو. معانا والصورة وهم بعينوا الملعبة كب. دي ألف به نمرة واحد. أول ما الحكم يروح المباراة كابتان أيمن. أول ما بينزل الأستاذ بيروح يشوف أرضية الملعب. بيحاول أن هو تجول فيها. لأنه هو الملعب بالنسبة له هو أول مرة يلعب على هذا الملعب. وبالتالي هنا بيعمل شك على الملعب. بيشوف الأرضية. بيشوف المعدات الملعب هي كاملة ولا مش كاملة. وأيضا بيحس بياخد الأجواء. وده مهمة جدا جدا إنه هو بياخد أجواء الملعب. هرجع عن نقطة مهمة جدا جدا. هذه من وراه. الميزة ليه هو كحكم. طبعا هو ستايله وشكله ستايل كويس. سنه صغير. خبراته قليلا. لكن بنتكلم معاك تاكم تحكيم لكل أسبان. يعني ما فيش يعني فيش حد من الدولة تانية. لأ كلهم الأسبان. نتعرفهم. نتمنى. نتمنى. وفي نقطة مهمة. أحيانا بي عندك حاكم نغبة وعنده أخطاء. وحيانا حاكم زي عنده طموح وعنده دوافع. وممكن يعد بالمبارة بشكل كويس. كل الكلام ده حيبان بعد المباراة طبعا لما نيجي من حالي. سؤال بس على غرفة تقمية الفيديو. هو التقم كله أجنابي. النهاردة تقنيت الفيديو. كلمنا بلكده. إن في يعني محتاجة إمكانيات زيادة. أو محتاجة تطوير زيادة. إيه الفرق بينهم النهاردة. الحكام الأسبان لما يعودوا على غرفة الفار. والحكام المصريين لما يعودوا على غرفة الفار. سؤال مهم جدا. من غير إحراج. لا والله سؤال مهم جدا جدا وحلو. خلي بالك كابتن أيمان. السؤال مهم جدا. هم ما يبصوا على الماء. هو سؤال مهم جدا ليه. خلي بالك زي ما تقول لي إيه الفرق ما بين مثلا. لعب و لعب. عرغم الإمكانات واحدة. والبيئة واحدة. طب إيه الفرق بين ده ومن ده. أي. جاوب إنت. لا. جاوب. أكيد أكيد أكيد. خلي بالك حكم الفرق كابتن. التحكم مختلف. حكم الفر. أي. ده عنده. يعني النمرة واحد مهارته. المهارة بتاعته مهارة. كابتن لو إنت ما عندكش المهارة والخبرة والخبرة في الأخطاء. ما تعرفش تجيب الحكم. لما يجيلك تجيب له اللقطة الواضحة ما تجيب له حاجة كده غريبة. أتعمل مشكلة. فالفرق بين ده ومن ده إيه. ده حكم فارد. عنده مهارة في فهم القانون. عنده مهارة في إزاي يجيب الصلة الواضحة. عنده مهارة إمتى أمشي مع كهار الحكم وإمتى أقول له تعالى. خلي بالك. لا. فمش كل الاتنين زي بعض. زي ما قلت النهار ده أنا أتمنى. إذن الله إن شاء الله نشوف تحكم كويس. نشوف مدرسة تانية كابن أيمن. النهار ده حكمنا. يعني لو في حاجة جديدة ممكن. إن شاء الله. فيعرفوها عن هذا الطاقة. شكرا جزيلا يا كابتن نصر. وولينا القوى بعد مباراة والأهلي كذبان إن شاء الله. شكرا كابتن.